في سياق آخر شك عدد من المقاولين المتعاقدين مع الشركة الصينية سينو تيك لبناء المدارس في محافظة نينوى من عدم استفاء مستحقاتهم المالية مؤكدين أن مدة التعاقد هي خمسة أشهر بينما مضت سبعة أشهر ولم يتسلم أي منهم لمستحقاته المالية التي تصل إلى المليارات فضلا عن عدم توفير الشركة لأي معدات أو أياد عاملة نحن مجموعة الشركات محافظة نينوى متعاقدين مع شركة سينو تيك الصينية لتنفيذ أعمال مباني مدارس عدد 92 مدرسة في الموصل والأقضية والنواحي حاليا الأعمال كلها متوقفة بسبب عدم دفع المستحقات المالية للمدارس الشركة الصينية غير ملتزمة بالمواعيد دفع المستحقات مستحقاتنا أكو قسم واصلين 300 مليون أكو قسم 200 مليون أكو قسم 400 مليون واصلين مليار أكو مليار واصلين هذه الشركة أعطاننا المقاولات بالبداية كهيكل ننفذ فقط هياكل في المحافظة منذ أن باشرنا بالعمل كان مدة العاقد خمسة أشهر والآن سبعة أشهر مضى ولم نستلم أي سلفة هذا المشروع أهم من بيتي أهم من منطقتي لأنه هذا للأطفال ما لنا للمستقبل المدارس هو اللي يبني الأجيال بالمستقبل شكرا 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 شكرا